موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من صباح العربية لليوم صباح الخير ما صباح الخير يمروى وصباحكم الله بالخير جميعا الإماراتي معين البستكي يقرأ الأفكار ويستعرض ألعاب الخفة اليوم من صباح العربية وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية الحلقة اليوم وختمها مختلف اليوم معين البستكي لاعب خفة إماراتي لقبة بساحر بلا قبعة ولا أرنب وتميز بمظهر تقليدي بالكندورة والغطرة عاشق الخدع منذ عمر السادسة وتعلم أساسها من جده وأقنى علوم قراءة الأفكار والنفس والطاقة للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو لعب الخفة الإماراتي معين البستكي صباحك الله بالخير يا مرحبا وسهلا بكم هتخفينا اليوم أنا ومروه والاستوديو وتسرح وتمرح فيه لوحدك ركز على مهة أنا وردينها أنت الضحية إن شاء الله إن شاء الله طيب معين إحنا اليوم يعني حابين نتعرف عليك أكثر بس حابين نستغل الوقت كمان أكثر تورينا أكبر قدر من الخدع في البداية أنت كيف تعلمت؟ جدي جدي كان هو سبب أنه دخلت عالم العاب الخفة وتعمقت فيها كون أنه وصلت لمرحلة ممكن أسوي أشياء فيها إيحاء لقراية الأفكار لكن نريد أن أكد للمشاهدين أنه لا يوجد سحر لا يوجد تعامل مع أي طاقة خارجية أيها خدع بصرية إحنا كثقافة عربية دايما يقول لك آه دايما يسحر صحيح فيه إنا في الموضوع صحيح ولكن يمكن أكيد تعرضت لبعض الانتقادات في مجتمع أثناء العربية لا يتقبلوا الفكرة نوعا ما صحيح بتتعامل معها إزاي؟ بما هو هذا الشغف بالنسبة لك صحيح أنا الانتقاد ما جاء من المجتمع قبل جاء من داخل بيتي جاء من الوالد والوالدة وإخواني وإخواتي أنه ما كان حابين الأشياء اللي أسويها لأنه يوم أنا كنت أسويها أصلا ما كان في أحد ممكن نشوف كقدوة ممكن نرجع له في عالم العاب الخفة فبديت أن أنا أتعمق في الموضوع هذا بغض النظر على كل الضغوط اللي كانت أجيني من داخل البيت وعلى أول ظهور تلفزيون اللي تقريبا في 2010 كنت خايف جدا كنت خايف جدا أن المجتمع شو هيقول والناس شو هيقوله والناس اللي يعرفهم هل ممكن يكلموني ما يكلموني ولكن اتفاجأت أن القبول كان أكثر من الرفض أن الناس اللي يتابعوني يستانسوا وحتى أنه قبلت في كثير من قابلوني في كثير من القنوات الفضائية العربية والعالمية على الأشياء اللي أنا تعمقت فيها طيب جميل إحنا بنستغل الوقت الآن بضنا إن شاء يعني حاجة أنا صراحة قراءة الأفكار لفتت انتباهي فماني عارفة إذا ممكن نعملها الآن ممكن إن شاء الله ليش لا طيب أستاذة مها بس خلين هذه عندك اللحظة إن شاء الله بنرجع لها بعد شوي أستاذة مروى اللي باتك تسوين أباتك أنك ترسمي لي رسمة مبسطة من غير ما تراويني ترسمي لي ياها أنت ما إشغل الرسم اللي أنا فشنا فيه بس لا تراويني هل تراويني حتى ترفعينها فوق أحسس ما أحد يشوف رسمة مبسطة أكثر الناس يسموني مثلاً سمايلي فيس أو وردة أنت اللي ببارك رسمة رسمة ثانية رسمة ما هي لا سمايلي فيس ولا وردة رسمة ممكن ترجعتش أيام الطفولة أيام حلوة كانت عندي صديق خاتج كنت في البدرسة كنت ما عف إيش يترجع ذكريات كثيرة لكثير من المتابعين والمشاهدين حالياً لو شافوا الرسمة اللي الأستاذ مروا بترسمها رسمي رسمة أنا محلل واقب بس أكد لكم أننا إحنا مش متفقين على شيء لا لا طبعاً يعني شوف للأمانة أنا ما نحب أزعي لك لازم نكون للأمانة مع الجمهور والمشاهدين إذا فيه شيء فعلاً كنا شاكي فيه مقتنعين فيه مقتنعين حنقول بس هذا التأكد للجمهور أننا إحنا مش متفقين ولا كنت عارفين شو اللي بسوي صح أنا مش مسكولة ها أنا رسم اللي أنا رسمي أنت رسمتي رسمة هاي الرسمة أنت رسمتيها إحنا ما اتفقنا عليها هاي رسمة الأستاذة مروا لو ناخذ عليها كلوز عزيب يشوفون للمشاهدين هذه رسمة رسمتها إحنا مش متفقين بري صف كام شوفت قتلناك كلام وإحنا قبل ما أجيكم للبرنامج رسمتي بيت صح قبل ما أجيكم للبرنامج أنا كنت حاطت في الظرف ممكن لو الأستاذة مها اطلعها وتشوف البردكشن هل أنا رسمت تقريبا شي مطابق أو مشابه رسمت زي رسمت مروا اي 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 تشوف مين أحبا لو عندك الظرف رسمت زي رسمت مروا بيت رسمت الأستاذة مروا أنا كنت رسم منها من وانا في الطريق قاعد أجيكم أستاذة مروا وإحنا راجعين لأيام الطفولة أبغاش تفكرين ليش خايفة أبغاش أبغاش تفكرين لي معلمة ومعلمة كان عزيز على قلبك فيه يمكن كان أثر على شي في حياتك الاسم موجود عندك عندك أول اسم وعندك آخر اسم أنا مو بعارف الاسم في بالش موجود قاعد تكتبينها كأنك في بالش على لوحة كبيرة سودة قاعد تكتبينها أول اسم هو أستاذ مش أستاذة أستاذ صح؟ الشخص الاسم قاعد ييني أحمد أول اسم أحمد صح؟ أوكي أخر اسم فقريلي في آخر اسم ضخميها كبريها أنت قاعد تخيلين الأستاذ هذا يتدامش كأنه واقف هنا معانا اسمه أحمد أحمد اسمه شوية غريب اسمه فيها أبو ما عرف ليش فيها أبو أسمه أحمد أبو هو الفتوح 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 براو شكرا لش أبو أبو أستاذ ما تفقتوش مع بعض أنت قد تخيل أصدمها أصدمها من الأشياء اللي الناس ما يعرفونها أن التليفون الشخص ممكن يكون مفتاح لكل شيء في حياته التليفون الشخص خليها بعيد أيوه هناك موجود أوردي ما حد ساكت خلي عندك التليفون الشخص هو مفتاح لحياة الإنسان ليش لأنه مشبوك بكثير الشياء السوشيال ميديا مشبوك لحسابك البنكي لو أي واحد عرف الرقم السري للتليفون طبعا ممكن يدخل خصوصية حتى رمضي شيء خصوصية حتى فيه هاكر يحاولون نتكون بتليفونش ولكن الرقم السري للتليفونش يكون جدا شخصي للإنسان انت عندك رقم سري للتليفونش تليفونش الرقم السري للتليفونش فكري فيها كإنك قاعد تكبرينها في بالي ف prepares سريع معنا قال س 37 رقم100 أول رقم 1 أول رقم 100 أكتبني كل ما اقول رقم صفر ثلاثة رقم كأنش فكري برقم غير باش تشوشين علي واحد صفر اثنين لا وآخر رقم ونخليها مسطورة يلا عشان نسرع نشوف معها كم في البنك ونروح نخضوهم لا يعني استمتعنا معاك لا طبعا لا خاص كفية وآخر رقم هنخليها مسطورة لها ولا الجمهور هكذا كنت تطريعي شكرا شكرا جزيلا معينة لبستكي لاعب الخفة الامراتي كنت معنا في صباح العربية شكرا جزيلا لك شكرا وجودك نراكم غدا تحت الهواء حنكمل